اشتركوا في القناة لعنده تحقيق وفي 25 دقيقة كفر الرجل ونسفه نسفا وسبموا فوقه من تحته ومن وسطه أيضا وقطعه ولك يا ابني رحمه الله أنت في الأنم عقلك حاط نفسك في مقام ابن ديمية ولك استحي على حالك ياخي استحي على حالك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يا عيب عليك مين أنت ومين إحنا والله العظيم حرام نذكر أصلا حرام ثانا في سياق ذكر هؤلاء الأم أصلا أنت قاعد تتكلم عن غدير عن غدير عارف إيه يعني بعرضه 2 سنطي أمام محيط بحر محيط يا ابن دقيق العيد حدثنا عنه في هذا الرمضان العلام الرهيب اللي كان كل ليلة يقرأ أربع مجلدات مع تلخيصها حبيبي حبيبي أربع مجلدات مع تلخيصها من برح جاني واحد من طلاب العلم وانتوا شهادات مسكين شهادة في القراءات وشهادة في الترمذي مطوض حباب جايب يقول لي كيف أتعلم وكيف أقرأ قال لي كذا كذا لمهم يحكي كلام أنا قال لي الفصل كله مش قادر أكمل حيعلوم الدين على راس من فوق أنت اللي حتى تتعلم تقول زيك أنت هو ضوضع وصادق وبتحب تفهم أبو الفتح ابن دقيق العيد كان الأربع مجلدات حيعلوم الدين هذا في ليلة واحدة مع تلخيصها حفظه انتهى لذلك ابن تيمية نفسه لما شاف كتابه في شرح أحاديث الأحكام قال ما ألف أحد قبله مثله ولا أحسب أن الله يخلق بعده من يؤلف مثله هذا شهادة ابن تيمية في من في ابن دقيق اللي عيد شيخ الإسلام ابن دقيق قعد مع ابن تيمية جلسة ساعة زمان لما كان في مصر ابن تيمية بحكموه قعد معه ابن تيمية كان سكيتا صميطا ورعا جدا جدا قالوا كيف وجدت هذا الشاب ابن تيمية كانوا 40 سنة هيك هذاك أكبر قالوا وجدت رجلا العلوم بين عينيه كأنها بحر محيط يأخذ منها مشاء ايش رهيب تنكجوا بس نكش هيك في أي قضية ابن تيمية ايش في مخيف ما هو لعبه ابن تيمية يجي كل يوم صعليك المشايخ يكفروا ويسبوا ويقول لكم حيب عليكم خلوا هذا الكبار خلوا هذا التقيي السبكي لابن الزملكاني اه لالعلماء الأفذان لما تكلموا لي حتى ابن حجر أمير مؤمنين في الحديث صاحب الفتح فتح الباري ابن حجر آخر واحد أمير مؤمنين في الحديث في أمة محمد كان فكان نبتسل ما جيش بعديه واحد ولا الصيوطي ولا الصخاوي ابن حجر لما انتقد ابن تيمية في فتح الباري وقال له شذوذ في مسهدة كذا وكذا وقال ومع ذلك يبقى شيخنا وشيخ الإسلام الله أكبر على الإنصاف ابن حجر شيء قشع البدن ابن حجر قال لك شيخنا ابن تيمية بظلوا شيخنا شيخ الإسلام حتى لو عنده غلطات عادي يجيني لبصة عليك يكفر في الرجل رحمة الله عليه ليه حتى من اختلفته معاه مش هيك يعرف قدرك يا رجل قال وجدت رجلا العلوم بين عينيه كأنها بحر يأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء إلا أنه يحب الكلام وأنا لا أحب الكلام قال أنا أتكلم مش كثير أحبش النقاش وما بحب بخاف خاف يقع في غلاط ودع جدا جدا قال أنا طبيعتي سكيت سميط له أحب الكلام الكثير هو بحب يتكلم ابن تيميل له ممرة أخر صاد آخر جملة كان في مصر برضو أياما تعرفوا مين كان من تلميذه أبو حياني أندلسي صاحب البحر المحيط أني بعرف النحو والصرف والعربية وكيف تشتغل في تفسير القرآن يروح يقرأ البحر محيط لأبو حيان أبو حيان مدرسة على فكرة أبو حيان مدرسة بحيالها في النحو يعني عندك المدرسة البصرية والمدرسة البغدادية والمدرسة أبو حيان بحدث مدرسة ما رأيك؟ ولهو اختيارات وترجيحات وأراءه في النحو باقع من واقع الدار في النحو وكان من تلميذه بالتيمية أي يعني مثلا تلميذ ويأتي بالتلميذ عليه ويسمع منه معنه شيخ بعدين اختلفوا مرة في مسألة فأبو حيان قالوا قالوا لا يا شيخ يا شيخ أنا أنت هنا خلفت سيبوي ابن تيمية كان في شدة وكل إنسان يعني كفى بالمرء نبلا أن تعدى معايبه ما فيه وحد كامل يعني إلا بتاقي مرات عنده إيه ابن تيمية عنده كان هذا العيب فيه حدة كان وشدة حتى على العلماء والأمه من كتر الذكاء اللي عنده وفهم شخص ناس بشفهمينها ما بتحمل خلص هو هيك عنده يا ريت مكانش عنده هيك بس خلص بس عنده هيك وهي تلميذة هو إمامك كبير 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 وحكى فيه قصيد الشعر أبو حيان له قصيدها يمدح فيها إيه عن ابن تيمية بسميه الإمام إمام الزمان عيش قالوا قالوا أنت ما الذي يعرفك تجد تقول لي سيبوي قالوا في سيبوي في كتاب سيبوي ثمانون خطأا غلطا لا تعرف ولا أنت ولا سيبوي قالوا روح أدى أنت مدامك فقالب عليه أبو حيان البشر بظلو ضعيف مع أنه لو أبو حيان لازم خطة الإنصاف الكاملة كان قالوا طيب شيخ أنا ممكن تعلمني إياها أو أفاوضك فيها بصراحة بس الضحف البشر وأنا بلوش أبو حيان ما نطلوبش من البشر كنوا ملائكة بصراحة لما إحنا مش ملائكة يعني إبتا إيمان ما كانش ملك لما حكي هيك ما كانش ملك صح ولا كسر بخاطر الراجل وهو إمام كبير في النحو مفسر قدام الناس لا إنت ولا سيبوي بتعرفوها أنت مش كامل بصراحة هنا كسرت بخاطره صح ولا هو كمان مسكين نفر ما دام هيك نقل له بديش وراح ذمه واتهمه بالتجسيم قاله مجسم عنده عقائد تجسيمية وما أعلفش عليه قال فعلا سمعنا بقول هيك هيك كنا سكتين هذا تجسيم وتكلم عليه حتى في التفسير تخيل لكن لو كان أبو حيان بده الإنصاف الكامل راح قال له إيش يا شيخنا نتفاوض كان صار علم كان يمكن يمكن الله أعلم وابن تيمية عاد عن رأيه في أربعين مسألة ممكن كان قاله والله ما كنتش عارب برضو بارك الله فتح الله عليك كان استفادوا إن بعضهم نسأل الله عز وجل أن يعرفنا بإقدار نفوسنا ونسأل الله ونعوذ به ألا نتكلف ما لا يعنينا اللهم ارحمنا بألا نتكلف ما لا نحين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أعدد كمال الله وكما يليه موسيقى موسيقى موسيقى